السلام عليكم و مرحبا بكم في صفا جديدة من قناة ماريا كويزين بل ما بدأ الفيديو رح اعتدر على الغياب هاد الفتره سنغيب شوية بسكو مارانيش في الدار سيبوخسة مارانيش نصور بزاف اليوم ان شاء الله رح ندروا تحلية بدوق الكابريز تجيب بزاف بنينا وتقطع كمية كبيرة بسم الله عندي اللحنة هاد الكابريز اكو كامل تعرفوه يعني هاد الباكي يدير 28000 نورمال مو فيه ميات نحبة ما انا ماش نستعملو كامل رح نديح حوالي هكدك 50 حبه حتى 60 حبه رح تمديلكم كمية كبيرة نجيب اللحنة الكسرونة ديالي كي ما رحكو تشوفو ونبدأ نحل في الكابريز تاعي بهاد طريقة وتقطعوا تستعملو هادك الكابريز ليجي لكا تاعو في الموف هادك تاني الدوق تاعو يجي بزاف بنين انا صراحة ما لقيتوش لقيت هاد النوعية بهاد الشكل انا درت حوالي هكدك 60 حبه بدتلي كمية كبيرة نضيف عليهم مغرف كبيرة تاع المارغارين تكون ماشي مع مرا كي ما رحكو تشوفو فيها ونزيد عليهم ربع كاس تاع الحليب ساعة الكاس ميتين واربعين ميلة لانتوما تقدروا تديروا كتر يعني تقدروا تلحقوا ماشي نص كاس ميت تقدروا تفوتوا ربع كاس بشوية نديرها على النار رح تتاوي يدوب لي هادك الكابريز كامل كي ما رحكو تشوفو بهاد طريقة ورح في هاد المرحلة وش رح نضيف عليها رح نضيف عليهم كاس تاع الكوكا ومحمص هاد المرحلة الكوكا ونضيف عليها وتقدروا تطحنوا حينها وزيفها حينك تأ 다시 تفوت اليبل بذلك ges collective ثم هاد الطابقة روعة رواية رواية ينطب داخلي تقدروا تخدموا بها نحطوا جانبا نديروا هكذا في بول ورح نحطوا جانبا كل ما يقعد كل ما رح يزيد يتماسك ويزيد كما ينقولوا يولي يتعلك دوك تشوفوا مع الأخر كيفها فهادك الكسرونة ما نغسلها موالو شوفوا نضيف على هادك الكابريز ثلاث كيسان تاعل الحليب يعني هاد الكابريز اللي قعد لي في الكسرونة رح يزيد بالنى الكريمة ثلاث كيسان تاعل الحليب بهاد الشكل نضيف عليهم زوج مغارف كبار سكر خاشن زوج مغارف كبار رح يكون كافي لبنات متكتروش السكر بوسكو رح نضيفو لها الشانتيه الشانتيه يتعرفو باللي حلوة نزيد عليهم تلت مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع المايزينة ولا النشاء ونحرك كامل كيف كيف نديرها على النار حتى وين تعقد لي يعني نقعد نحرك فيها حتى وينتعقد هالطريقة لكو تعرفوها كامل بهاد الشكل شوفوا اللي احنا راح يعقدته نضيف عليها باتارون بدوق الكغامل ولي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه يعني تضف في هاد المرحلة تضف غير شوية على فاني مي الدوق تاع الكغامل حي يجي هايل حوالي مغرف ولا نص مغرف صغيرة كامل هادي كتاع القهوة ماشي تاع الحليب ونجيل لهنا نديرها في طبسي ولا في غي سيبيون أنا صراحة نفضل نديرها في طبسي باش تبرد لي تمتم متطولش نغطيها في المقالي منتاغ ونديرها في الكونجيلاتي حتى وين تبرد تماما لازم تبرد مليح باش نكمل نخدم باعة إلا هنا ما بعد ما بردت لي درتها في هاد الغي سيبيون راح نضيف عليها كاس تاع الشانتية بالنسبة للشانتية نستعملت قيس ديميل ونجيب الباطاق ونقعد نطلع فيها حتى وين تطلع لي هاد الكريمة جي روعة بزاف بنينا وتاني ملاحظة تحبوا تطلعوها بزاف حتى تدولي لكم كشغل الموس ولا تحبوا تطلعوها غير شوية انا حبيتها بهالطريقة ما حبيتش نطلعها بزاف كما راوك تشوفوا هاي دا ورح نحطها جانبا عندي الهنا هاد المونغوتي تقدروا انتم تعودوه بالمادلان تقدروا تعودوه بالغاتو ترحي والغاتو وضيفوه شوية تعزبدة وديروه تقدروا تخدموه جينواز يعني صراحة حبيتوها ديكم وان شغ اخد موجينواز خفيفة انا درت هاد المونغوتي كل فيغين درت فيها نص حبات على المونغوتي يعني مرفضت ليش بزاف شوفوه كل وحده ندر فيها نص حبه وتحبوا تشربوه مشربوه انا ما حبيتش نشربها بزاف يعني هنا في الدار محبوه مش مشربين بزاف معلح نضيفوه لهم الكريمة هادك هو الكريمة تعيدتها في هاد العبوتيوتاب ورح نبدأ نعمار في ليفيغين توعي شوفوا بالنسبة ليفيغين يبانون لكم صغار من مية رفض وكمية كبيرة قد ما يكونوا صغار قد ما رح يكون احسن لبنات بهاد الشكل هكا نخبطهم شوية وهادي هي الكميه اللي خرجتها ليتاع الكريمة البنات هاد هاد طباقة الاخيرة شفو كيف شو ولات انتوما ايدا في هاد المرحلة عشقت لكم تقدروا تفوتو 4 كاس فهاد المرحلة ايدا شتوها باللي عاقدة بزاف تقدروا تضيفو لها شوية تاع الحليب شوفوه رح نبقى هاكا نفرغ المهم تكون هاكا يعني البنات تكون معلكا متكونش سائلة وكيما قلت لكم هاد الكميه يعني خدمتلي هاد لي فيغين كامل وقعدتلي يعني كميه الاخيرة تعي كابريس والمونغوتي هاديك الباطا قعدولي منها اللي ما كفتنيش هي الكريمة تقدروا تضعفو الكريمة تديرو ري ثلاثة على الحليب وتزيدو مغرف مايزينا مغرف تاع السكر رح تخرجي لكم كميه كبيرة شوفوه الهنا يعني دلتها كطباقة والهنا كنت نصور في الليل سيبو خصال إضاءة راي شوية نقصة لو كان صورت لكم فنها رح تبان لكم خير وخير وهدا هو الشكل نهائي تحمجة ومشاء الله يعني صراحة اللي عندها مناسبة للنصحة كديريها رح كامل تعجبهم قرب بنينة بزاف بنينة ويعني بريزون طابل بزاف شابه شوفو كيفاش جات ونجيل احنا نقسم لكم منها شوفوا البنات اللي احنا مدرتهاش كامل فريجيدر كدخلوها الفريجيدر طبقة هادوك رح يزيد ويتمسكو يولو روعة 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 وفي الاخر مع لي يغين قولكم شكرا على المشاهدة الى وصفة لاحقة ان شاء الله سلام شكرا على المشاهدة